على الرغم مما يواجهه العالم كله من جائحة باتت تهدد استقرار أكبر القوى العالمية بكارثة صحية واقتصادية قد يكون لها تأثيرات سياسية مزلزلة إلا أن ثورة تشرين في العراق حافظت على بقائها في ساحات الاعتصام مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الساحات لا تزال خارج سيطرة أحزاب السلطة برغم تراجع أعداد المتظاهرين والمعتصمين بشكل كبير بفعل جائحة كورونا ففي ساحة التحرير وسط بغداد وغيرها من ساحات الاعتصام في المدن العراقية تلك الساحات التي شهدت الكثير من إراقة دماء الشباب العراقي بفعل القمع الحكومي والميليشيوية لا تزال الشعارات مرفوعة ولا تزال رافضة للطائفية والفساد ومطالبة بالولاء فقط للعراق التظاهرات متواصلة ولكنها تشهد تراجعا كبيرا بأعداد المحتجين بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا بين صفوف المتظاهرين والذي قد يؤدي إلى كارثة صحية كبرى لذا فالمعتصمون تكفلوا بالبقاء في الساحات بين من سحب المتظاهرون تجنبا لأي تفش محتمل للفيروس بينهم بما قد يمثل هدية مجانية لأحزاب السلطة وميليشياتها ولا دهشة في الأمر فنواب في البرلمان أقروا بأن ثم ترتياحا لدى الحكومة والقوى السياسية بسبب تراجع زخم التظاهرات خوفا من تفش فيروس كورونا حتى أن بعضهم يقول إن ما لم تنجح به قنابل الغاز والخطف والقتل والاعتقالات نجح به كورونا ولعل ذلك ما دفع ناشطي ثورة تشرين إلى التأكيد على أن الثورة مستمرة والتظاهرات لم تنتهي وستعود كما كانت بعد انجلاء أزمة كورونا وربما بأعداد أكثر من السابق من أجل مواصلة الحراك الشعبي الرافض لحكومات الأحزاب الفاسدة والميليشيات المسلحة بل إن جائحة كورونا كشفت المزيد من الفساد والفشل داخل أروقة الحكم في بغداد ما سيكون له بالغ الأثر في تعميق الشعور الوطني بضرورة رحيل هؤلاء الفاسدين عن حكم العراق